أنتم على وشك الدخول إلى عالم البومات الصغار المليء بالمغامرات من جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتبدأ الحلقة ما أحلى أن نكون معاً في الغابة نكتشف العالم معها نتعلم أشياء عن الموسيقى تجعلنا نغني مع البومات نرقص مع البومات نتعلم باللعب والمغامرات مع البومات مع بوب المغامرة مع بيل واسع المعرفة مع بون الحلوة اللطيفة نتعلم باللعب والمغامرات مع البومات نغني مع البومات نرقص مع البومات نتعلم باللعب والمغامرات مع البومات بيل ودوار الشمس احذري النحلة يا بيل حسنا ايا بيل يجب ان لا تقع هذه البذرة على الارض والا فستخسر هذه الجولة لا محالة بيمي بابا باباببو أين عقلك يا بيل صارت النتيجة خمسة لصيف أنا لا أريد أن ألعب هذه اللعبة باعينا نلعب الغميدة يا بوب تنسحب لأنك خاسر لا 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 انظر نضربها بقوة هكذا حسنا صلت قطها هذه المرة لن تفوتني أبدا هل أنت بخير يا أخي؟ نعم أنا بخير يا بوبو لا تقلقي يا بوني الجميلة لم يصبني أذى الحمد لله لكن أين اختفت بذرة دوار الشمس؟ ليس لدي فكرة هيا لنبحث عن هامان أين ذهب؟ أين هو في أي ضرب؟ أبعيد أبقريب أين اختبأ من يجيب؟ إلى اليمين أم الشمال هل هو في الأعلى أم في الأسفل؟ لنقفز ثلاثا نتقدم واحد اثنان ثلاثا وخطواتين إلى الوراء واحد اثنان أعلى كان أم أسفل؟ على الغصن أم على الأرض؟ طالما أنه في الغاضة سنجده بالتأكيد هذا غريب جدا أين اختفت تلك البذرة؟ أنا أظن ماذا قلت يا بوني؟ لم أبتلع بذرة دوار الشمس صدقاني افتح فمك سأل إنني لا أرى أي شيء لكن لو ابتلعتها يا بييل فلن تصاب بمكروه فبذرة دوار الشمس هذه ليست سامة البتة بل هي بذرة مفيدة أنا جات يا بابا قل هل البذرة في داخل بطنك؟ هذا مضحك جدا وهل ستنمو في داخل بطنك زهرة دوار الشمس؟ ماذا؟ ستنمو زهرة دوار الشمس في داخلي؟ تخيل ذلك دوار أخي الجميل بييل أشعر بدغدغة خفيفة في داخل بطني يا بوبو ترى هل بدأت جذور الزهرة بالنمو؟ تتجو هذه الزهرة نحو أشيعات الشمس عندما تتفتح يا دوار بييل هيا اتجه نحو الشمس دوار أخي الجميل بييل لا أرى شيئا يدعو إلى كل هذا الضحك حسنا سنسأل الحيوانات في هذه الغابة ماذا سيحدث للبذرة الصغيرة في داخل بطنك؟ لنذهب إليها دوار أخي الجميل بييل هل ترغبون في تناول الموز؟ لا صديقي شكرا جزيلا لك آه أريد أن أسألك سؤالا ماذا سيحدث لهذه الموجة بعد أن تضغها وتبتلعها؟ تقول لي أمي إن الموز غني جدا بمعدن البوتاسيوم الذي يزودني بالطاقة وضعه لكنني أشعر بالخمول الشديد بوني وأشعر أيضا بدغدغة مزعجة في أسفل بطني يا بوبو ربما بدأت جذور الزهرة بالنمو مرحبا يا فيل ترى هل تعلم ماذا سيحدث لهذه النباتات التي تأكلها بعد أن تبتلعها؟ همممم ما تتحول إلى فيتامينات ومعادن فتساعدني لكي أصير أكبر وأكوى أما بوبو مباتيمو هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ لا أشعر بأن قوتي قد ازدادت وقد صار بطني يؤلمني جداً اسألوا ضفضيعة الزجاج الحكيمة تعلم كثيراً عن عمل أعضاء الجسم هيا اذهبوا إليها الضفضيعة الحكيمة تقف هناك الضفضيعة الحكيمة شفافة كزجاج أجل وبسبب جلد الشفاف هذا ترون جميع أعضاء الداخلية واضحة جداً شيء لا 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 يصدق سيدة ضفضيعة ابتلع أخي بيل قبل قليلاً بذرة دوار الشمس أتعلمين ماذا سيحدث للبذرة في داخل بطنه؟ سأشرح لكم طريقة هضم الغذاء فالجهاز الهضمي هو أحد اختصاصات العلمية لكننا لم نأتي إلى هنا للتحدث عن جهازك الهضمي بل لمعرفة ما سيحدث للبذرة وأنتم لديكم جهاز هضمي أيضاً سأشرح لكم الآن يمر الطعام بمراحل هضمية عدة ثم يتحول إلى فيتامينات ومعادن مهمة لأجسادنا ماذا قلت؟ وهل سيحول الجهاز الهضمي بذرة دوار الشمس إلى زهرة لتنمو داخل جسدي؟ ستنمو زهرة داخل جسديك؟ لقد أسأت الفهم يا عزيزي بيل أنا لا أكل الفاكهة في العادة لكنني سأبتلع ثمرة لأريكم كيف يحدث عدم الغذاء انظروا يدخل الطعام الذي نأكله إلى الجهاز الهضمي عن طريق الفهم ويمر بالمري ثم المعدة حيث تبدأ بهضم الطعام أجل هذا صحيح دخلت البذرة من منقاري أخبرين ماذا سيحدث بعد ذلك؟ انظروا يبدأ هضم الطعام فيقطع الطعام كله ويصير أجزاء صغيرة سيدتي الضفدعة هذا جميلا ومسيئ تقطع أمي لنا الطعام كطعا صغيرة لنتمكن من أكله وهضمه بسهولة يبدو أن أمكم صبور جدا يا أصدقائي وهي تفعل ذلك حرصا على صحة أجسادكم وسلامتها فهذا يساعدكم جدا على هضم الغذاء أجل هذا صحيح سأعود بعد قليل لا تتأخر وبعد انتهاء هضم الغذاء تفرز الفيتامينات والمعادن ثم تمتص وتوزع في جميع أنحاء الجسم وهذا يساعد على إنتاج الطاقة ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي ترح الفضلات وفيها يتخلص جسدنا من بقايا الطعام غير المفيدة بتحويلها إلى نفايات هضمية أفهمتم ذلك؟ نعم تخلصت قبل قليل من نفايات الهضمية التي كانت تزعجني وقد رأيت البذرة أيضا وفجعت جدا فهي لم تهضم إذن لم يكن جسدك في حاجة إليها يا بييل لو أنها كانت حبة توتن بريا لهضمت كلها ولم يبقى منها أي شيء هذا أبي ينادينا حان وقت العودة إلى المنزل كان بييل شارد الذهن كثيرا عندما كنا نلعب هذا اليوم فابطلع بذرة دوار الشمس من دون قز فأمضينا اليوم كله ونحن نحاول معرفة ماذا سيحدث لبذرة دوار الشمس التي بطلعتها إلى أن خرجت أخيرا في البلد هل قلت النفايات الهضمية يا بوني؟ أصغو إلي جيدة عزيزي بييل أن تكون شارد الذهن وأنت تلعب في الغابة أمر خطير ووضع أشياء غريبة في الفم يعرضك للخطر أيضا كلامك صحيح يا أبي فجمال هذه الغابة يجعلني أشرد ولكنني أعدك أنني لن أشرد منذ الآن وأنا سأساعدك على ذلك بتنبيهك دوما يا أخي بييل فأنا أبقى يقظة دائما أمي غني لنا أغنية عن الحفاظ على صحة أجسادنا وسلامتها غني لأمي غني لنهتم بأجسادنا لنهتم بأجسادنا بصحتها من الداخل فتصبح صحيحة بالكامل إنه جسدنا الوحيد لا بديل عنه بالتأكيد إن رعيناه سوف ننعم بالصحة وبالعمر المديد بالغذاء السليم والهدوء الحكيم نحيا بجسد صحيح لا متعبا أو سقيم إن أكلنا بانتظام أطلق أنواع الطعام من نعم الطبيعة ننسى المرضى والألام لنهتم بأجسادنا لنهتم بأجسادنا بصحتها من الداخل فتصبح صحيحة بالكامل إنه جسدنا الوحيد إنه جسدنا الوحيد لا بديل عنه بالتأكيد إن رعيناه سوف ننعم بالصحة وبالعمر المديد لنهتم بأجسادنا لنهتم بأجسادنا بصحتها من الداخل فتصبح صحيحة بالكامل تصبحين على خير وأنت أيضا يا أبي ليلة سعيدة بيال ليلة سعيدة بوني نوما هنيئا ياضف ديعة الزجاج الاستحمام بالوحال يبدو يوما مشرقا مناسبا للذهاب في رحلة القرق ماذا؟ ترى من غسل الغابة؟ كانت ليلة ماطرة يا بوبو صباح الخير يا ابنتي العزيزة صباح نور يا أمي وصباح الخير لك يا أمي عندما كنت صغيرا اعتدت اللعب بعد كل ليلة ماطرة مع أصدقائي فكنا نقفز جميعا ابتلي الماء لقد حذرتم يا مشاغبون اشتركوا في القرق اشتركوا في القرق يرتفع الوحل ثمين خفض ثانية لا أظن أن هذا وحل يا بوبو بل أظنه حيوانا مغطا بالوحل فربما يكون إنه فرس نهر جميل صغير جدا ولكنه لا يزال صغيرا مرحبا كيف حالك يا صغير فرس النهر أراك وحدك هنا ترى أين أسرتك يبدو أنه قد ظل الطريقة ولا يعرف سبيلا للرجوع بوني هل قلت له صغيري أحسنت يا بوني تعلمتي كلمة جديدة هيا نبحث عن أسرة فرس النهر لا يمكنه أن يبقى وحيدا هنا من دون أمه وأبيه لنذهب أين ذهب؟ أين هو في أي درب؟ أبعيد أم قريب؟ أين اختبأ من يجيب؟ إلى اليمين آم الشمال هل هو في الأعلى أم في الأسفل؟ لنقفز ثلاثا نتقدم واحد اثنان ثلاثا وخطواتين إلى الوراء واحد اثنان أعلى كان أم أسفل؟ على الغزن أم على الأرض؟ طالما أنه في الغابة سنجده بالتأكيد اختفي بحثنا في كل مكان ولم نجدهما أرجوك لا تحزن واطمئن لن نذهبك وحيدا أبدا بل سنبقى إلى جانبك إلى أن تعثر على أسرتك صحيح؟ مؤكد يا بوبو اطمئن يا صغيرة فرس النهر الجميل سأكون أنا وابوبو وبوني كأسرتك أريد أن أسعب؟ وتريد فوني الصغيرة أن تكون بمنزلة أمك الحنون والآن أنت في حاجة إلى الاستحمام لكي تنظف من الوحل صحيح بوني صحيح بوني دورنا في الاستحمام لأننا اتسخنا بالوحل من دون أن ننتبه استلقي تحت أشعة الشمس الدافئة إلى أن ننتهي لكن سأعرفك أنفسنا أولاً أمك بوني أبوك بيال وأنا وأنا من سأكون؟ أنا جدتك بوبو والآن انتهينا وتخلصنا من الوحل حسناً ماذا؟ بيبي بوب ترى أين اختفى فرس النهر المشاغب؟ كان يقف هنا قبل قليل تبدو مشاغباً جداً كأبيك يا حفيدي لا أصدق ما أراه ترى هل يفضل أن يبقى في الوحل دوماً؟ هيا بينا سعيدان يرجع بالاتب ماء شكراً temperament سعيدان يرجع بالاتب ماء كنت نظيفاً جداً أيها المشاغر ماذا؟ يا سيار وقت العودة إلى المنزل انتظروني قليلاً سأذهب في الحال لأطلب إلى أم وأبي المساعدة فهما يستطيعني عثور على غسرة فراسي النار ماذا تفعلين بوبو؟ لا يمكنك الطيران وأنت متسخة بهذا الوحل إذاً سأعود الاستحمام أنا ذاهبة لن أتأخر مرحباً يا صغيري أخبرتني ابنتي بوبو بكل شيء لا تقلق فقد ذهب والد بيل للبحث عن أمك وأبيك الأباء هم أبطالنا الحقيقيون ولا يصعب عليهم أي شيء من الذي جعل صغير فراس النهر يستحم ويستلقي تحت أشعة الشمس؟ فراس النهر صغيرك يا بوني إنه جميل لكن فراس النهر يفضل أن يبقى في الوحل الرطب دوماً وأن يبتعد عن أشعة الشمس الدافئة إنه بخلاف التمساح الذي يفضل البقاء في الشمس الدافئة صحيح يا بيل وأما فراس النهر فيفضل البقاء في الوحل الرطب لحماية جلده من الجفاف هذا شيء لا 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 يصدق أعتذر إليك يا فراس النهر لم أكن أعلم أن الشمس لا تناسبك قالت لي العصفورة إن هناك أحداً ما يبحث عن والدته الضائعة قالت أختي بوني إنها اعتنت بصغيرك جيداً في أثناء غيابك شكراً جزيلاً لك عزيزتي بوني لو كنت أعلم أن صغيري كان برعايتك طول الوقت لما قلقت عليه البتة اهتملنا بصغير فراس النهر كما نهتم بأنفسنا ونسينا أن لكل حيوان في هذه الغابة عاداته الخاصة به ففراس النهر حيوان برمائي يقطن البحيرات والمستنقعات والأنهار وأما البوم فهي من الطيور وتفضل أن تبقى نظيفة لكي تطير عالياً والآن يا صغاري الأعزاء لقد حان وقت النوم غني لنا أغنية جميلة قبل أن نقلد إلى النوم أرجوك أمي غني لنا أغني لنا حسناً سأغني لكم الآن أغنية الحيوانات وحاجاتها المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي 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 قنقر اضطروا إلى جلب فرس النهر الكبير إلى عشنا الصغير هذا مضحك حقا بيبي ليلة سعيدة يا صغيرتي تصبحون على خير أحلاماً سعيدة أمي ولك يا أبي دوماً هميئاً يا بيال ليلة سعيدة بوني دوماً هميئاً يا فرس النهر ليلة سعيدة يا بوبو مهمة إنقاذ هيا أسرع بيال فرقك لهذا الحجر لن يحدث فرقاً فلا تتعب نفسك من قال لك؟ أرجو أن أتمكن الآن من إحراز هذا الهدف هيا يا حجر اللامع الصغير انطلق اميبي مرحب من يخرز الأهداف يقفأ بالتوت البري همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم شكراً لكما أصبت حجريني في وقت واحد أي أنني أستحق توتتين المكافأة هي توتة واحدة فقط ماذا؟ ليس عدلاً أنتما أصبتما حجراً واحداً فقط فأكلتما ثمرة توتاً واحدة أما أنا فأصبت حجرين اثنين لذا سأأكل توتتين سلامك هذا منطقي إلى حد ما ولكننا لم نذكر هذا الشرط في اتفاق المكافأات مرحباً يا أصدقائي أنا في حاجة ماست إلى مساعدتكم اهدأ قليلاً ما خطبك صديقي؟ أنا أدعى الفنك وأهرف باسم ثعلب الصحراء أيضاً عالق صديق النيس في أعلى النخلة ولم يتمكن من النزول وأنا لا أستطيع مساعدته وحدي أرجوكم ساعدوني على إنقاذه لا تقلق سنساعدك أيها السعلب الصغير فريق الإنقاذ الشجاع المجد بوني بييل هل أنتما مستعدان؟ الوقت ليس لصالحنا يجب علينا أن نسرع أكثر هل سمعتما؟ لنذهب إلى الصحراء قبل فوات الأوان انتظروا دقيقة عليكم تجهيز أنفسكم قبل الانطلاق فطريق الصحراء طويلة ورياحها عاتية وريمالها حارة وشمسها حارقة ومياهها نادرة أيضاً ها هي ذي قربة المياه صارت مجهزة أنتم مستعدان؟ أصغي إلي يا عزيزتي بوني قربة المياه مسؤوليتك احرصي على المياه واحذري من أن تهدريها ستاً أسمعتي بوني؟ يجب علينا أن نرشد استهلاكنا للمياه لكي لا ينفد ونحن في وسط الصحراء اتفقنا؟ اتفقنا ظلنت أننا سنطير طياراناً سريعاً يا بيال لكن الرياح عادية جداً هنا أخشى من أن تتحول الرياح إلى عاصفة رملية أشعر بالعطش أعطيني قربة المياه يا بوني بوني قربة المياه فارغة بحيرة صغيرة بحيرة ماء في الصحراء بوني ماذا فعل؟ بوني هل أفرغت قربة المياه التي لم نجلب غيرها لينشأي بحيرة في وسط الصحراء؟ كيف لك أن تنسي الذي اتفقنا عليه يا مشاغبة؟ لا بأس بوني لا تلوم نفسك والآن دعونا نبدأ برحلة البحث عن المياه أين ذهب؟ أين هو؟ في أي ضرب؟ أبعيد؟ أبقريب؟ أين اختبأ من يجيب؟ إلى اليمين؟ آم الشمال؟ هل هو في الأعلى أم في الأسفل؟ لنقفز ثلاثا نتقدم واحد باثنان ثلاثة وخطوتين إلى الورع واحد اثنان أعلى كان أم أسفل؟ على الغسن أم على الأرض؟ طالما أنه في الغابة سنجده بالتأكيد انظرا إلى نبات الصبار الجميل هناك أجل هو جميل جدا لكن ليته كان يستطيع أن يروي ضمأنا يمكنه ذلك بوبو ألا تذكرين جدتي حين أخبرتنا أن الصبار يخزين المياه؟ مرحبا بكم، أنا أدعى السيد عظاء وأعيش دائما في هذه السحراء وعلم كثيرا عن نبات الصبار تشرفنا بلقائك سيد عظاء أخبرنا هل يستطيع الصبار تخزين المياه في داخله؟ نعم، تمتص جذور نبات الصبار المياه الأمطار عند هذه ثم تخزينها لتستهلكها في أيام الجفاف الطويلة سأفتح لكم يا أصدقائي إحدى سوقه لكي تروض معكم ولكن لا تحاولوا وحدكم لكي لا تلحقوا الأذى بأنفسكم ماء، 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 ماء هيا أرجوكم ساعدني يا أصدقائي يشعر النيس الصغير بالحر الشديد وهو متعب وعطش جدا لنسارع لا نزدد لا أصدق ما الذي تراه عيناي، أرا كثيرا من المياه هنا يريد أن نبقى في الصحراء قدر ما نشأ ولا نشهر بالعطش تسمى هذه المنطقة بالوحة الفصبة تنمو فيها النباتات وتتجمع فيها المياه أيضاً ألقذوني يا أصدقاء ألقذوني صديقي يحتاج إلى مساعدتكم أسرع وأرجوكم هيا يا شجعان أنقذه هيا لن نستطيع الطيران عالياً أيها الثالث الرياح عاطية والعاصفة تزداد الشدة سنهوز النخلة لعله يا أصدقاء ألقذوني أرجوكم يا مسكين ساعدوه قبل أن يسقط ما العمل لو أنه ما الذي تريد قوله قل ولا تتردد أبداً هيا أرح نفسك ماذا يحدث لو رميتي يا بوبو حجراً صغيراً على ذلك الغصن الذي يحمله لكنني أخشى أن لا أصيب الهدف أنا متأكد من نجاحك أخذك يثق بك جداً حسناً أشكركم جداً على إنقاذي وأشكر صديقي الثالب لنتناول الرطب يا صغيراً أبي نادينا يا بوبو إذن قد حان وقت عودتنا إلى المنزل سأملأ هذه القربة بالمياه لقد نسيت بوني اتفاقنا وأهدرت المياه فالتقينا السيدة عضاء واستخرج لنا المياه من نبات الصبار عزيزتي بوني حين نبرم اتفاقاً يجب أن نلتزم شروطه لأن الخلل بأحد الشروط سيعرضنا لمخاطر نحن في غنى عنها بابوبو لا تحزني يا حبيبتي لكن في الأيام المقبلة ستفين بوعدك ولن تخلي به أبداً هل اتفقنا جميعاً؟ اتفقنا ما رأيك يا أمي في أن تغني لنا أغنية الصحراء التي اعتدت أنا وأخي بيال سماعها عندما كنا فرخين صغيرين غني لنا يا أمي غني لنا هل قلت أغنية الصحراء؟ سأحاول تذكرها ما أجمل الصحراء بكثبان رملها الصفراء ما أجمل الصحراء بكثبان رملها الصفراء نظنها كثبان رمل من دون حياة لكنها تعش بحيوانات الصحراء نستطيع التكيف مع حرها في النهار وتصبح شديدة البرودة في الليل يا ستار ما أجمل الصحراء بكثبان رملها الصفراء نظنها كثبان رمل من دون حياة لكنها تعش بحيوانات الصحراء نظنها كثبان رمل من دون حياة لكنها تعش بحيوانات الصحراء تستطيع التكيفة مع حرها في النهار مثل الجمال التي تسمى بسفينة الصحراء ما أجمل الصحراء في كبان رهلها الصفراء تصبحين على خير وأنت أيضا يا أبي ليلة سعيدة بيال ليلة سعيدة يا بوني تصبح على خير يا ثالب ليلة سعيدة يا عضاء ليلة سعيدة يا خميس أنا عطشة يا أمي إتأني السلامة وفي العجلة الندامة أجل بوني علينا الاختباء التزمي الهدوء فقط أقول انطلاق فتركضينا بسرعة عطرت عليكما بسوء هيا انطلق باني واحد اثنان حظي عاثر جدا خسرت ثانية أرقب بسرعة من دون أن تكترث لأمري أحدا كما فعلت أنا وبوني لا أستطيع هذا لو لم أكترث يا بوبو لدعست كل النمل الذي ظهر في طريقي هوا عليك يا بيال يمكنك أن تقفز من فوقهم سأعبد إلى الرقم عشرة إلى أن تختبئ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بوبو قادمة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه واحد اثنان أنا عثرت عليكما أنا أسرع بومة في هذا العالم أجل لكنك نسيت أن الركض من دون انتباه غاية في الخطورة ومن الممكن أن تؤذي نفسك ليس خطيرا إلى هذا الحد فأنا على دراية تامة بهذا الحقل وأعلم جيدا أين يجب أن أخطو لا تبالغ في حرصك علينا يا أخي العزيز بيال في التأني السلامة يا بوبو وفي العجلة الندامة انظر إلى تلك الشجرة الجميلة كبيرة جدا كبيرة ممتلئة بثمار الفاكهة الشهية ما أجمل هذه الشجرة يا بيال إنها شجرة الزيزافون يجب أن تكون حذرة لأنها هيا لنتصابق نحوها هيا فلننطلئ احذري أشواقها يا بوبو انتظري ما هذه الأشواق؟ النجدة جرحت قدمي مؤلم تبدو إصابة بالغة جدا ليس كذلك بيال عربو لكنني لا أرى أي جرح بوبو دقيق النظر جيدا إنه ينزف ويؤلمني جدا أنت تبالغين يا بوبو لا تكاد عيناي تريانه يجب أن لا تبالغي في خوفك على نفسك أيضا وقفي عن التهور حاضرة يا أخي الحكيم أعيدك أن أصغي إليك في المريات القادمة هذا مؤسف أنا نادمة جدا لم أقصد كسر هذا الغصن قد لنبحث عن الغصن المفقود ونحاول أن نلسقه في مكانك لكن بوبو هذا غير ممكن هيا كأنني أحبر على لوح السلج هاي بوبو قدرينك أه 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 أين ذهب أين هو في أي ضرب أبعيد أم قريب أين اختبأ من يجيب إلى اليمين آم الشمال هل هو في الأعلى أم في الأسفل لنقفز ثلاثا نتقدم واحد اثنان ثلاثا وخطواتين إلى الوراء واحد اثنان أعلى كان أم أسفل على الغصن أم على الأرض طالما أنه في الغابة سنجده بالتأكيد احسنت يا بوني لقد عثرنا على الغصن المفقود مرحب سألسق هذا الغصن في مكانه وعليكما مساعدة لكي أنجح تلسقينه؟ هذا غير مرحب بيال اقترب من شجرة الزيزافون لكي ألسق هذا الغصن هذا غير ممكن دع هذا الأمر لي ولا تشغل نفسك أنت عنيدة جدا ولا تصغين إلي احذري من أن تسقطي لن تحضر لكي ألسقو لا يجدي نفعن لقد سأمت وأنا أقول هذا ولكنك لم تقتنعي أنا آسفة هم جريح الغص دعيني أنظر ما هذا الشيء ترى هل يمكن أن يسيل دم من الغص الغص يا زباب هذا ليس دم إنه النسق هل قلت نسق يا سيدتي هذا صحيح وهو سائل يتألف من عناصر غذائية عدة وينتقل من الجذر إلى الأوراق شيء لا 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 يصدق وتتغذى حشرة الزيزي عندما تكون صغيرة بنسغ أغصان هذه الأشجار فتساعدنا عناصره الغذائية على النمو بقوة أي إن شجرة الزيزافون لن تتمكن من النمو بعد الآن لأنني كسرت أحد أغصانها لا تقلق يا عزيزتي ستنمو بلا شك أعتذر إليك أيتها الشجرة وأعتذر إليك أيضا يا بيال لأنني لم أصغي إلى نصائحك كلامك صحيح في العجلة الندام لا تحزني يا أختي الجميلة من الآن فصاعدا عديني أن تكوني أكثر حذرا أعدك بذلك يا أخي العزيز ثق بي يا صغار هذا صوت أبي هيا بنا يجب أن نذهب الآن عان وقت العودة ومن سيسل أولا فهو الفائز عدنا كنت أمزح فقط أصيبت قدمي إصابة بالغة فلقت شرح انظر رأيك نعم سمت نقطة صغيرة نقطة صغيرة؟ عليك أن تكوني أكثر حذرا اتفقنا يا صغيرتي أسمعت بوبو؟ لقد حذرتك ولم تسغي إلي أنت عندة جدا ظننت أنني أعلم كل شيء يا أخي أنا أعتذر إليكم ابنتي بوبو العزيزة الحياة تعلمنا أشياء جديدة في كل يوم جديد تعلمنا هذا اليوم أن في داخل أغصان أشجار الغابة نسغا وأن بعض الأشجار لها أشواك حادة ولقد تعلمت أيضا أن في التأمي السلامة والصواب أن تستمع لأخيك الحكيم دوما أنت على حق يا ابنتي بوبو يجب عليك أن تحترمي أخاك بييل وأن تعملي بنصائحه أسمعت؟ يجب أن تعمل بنصائحي كنت أمازحك فقط ماذا هذا؟ قالت بوني شجرة الزيزفون سمعتك بوني لا تخجلي أحببت شجرة الزيزفون بالرغم من أشواكها الحادة شجرة جميلة ورائحتها عطرة جدا أمي غني لنا أغنية عن أشجار هذه الغابة غني لنا أمي غني الأشجار صغيرة أم كبيرة قصيرة أم طويلة تؤمن الغذاء والمأوى لملايين الحيوانات الأرض والشمس والماء يعطي الشجر الغذاء فتعطي ثمارا ورقا وغذاء لباقي الحيوانات تعيش طويلا جدا فهي أطول الكائنات طولا وعمرا وحجما أشجار الغابات أطولها عمرا وحجما أشجار الغابات كبيرة صغيرة لا 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 قصيرة طويلة لا 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 الأشجار صغيرة أم كبيرة قصيرة أم طويلة تؤمن الغذاء والمأوى لملايين الحيوانات الأشجار صغيرة أم كبيرة قصيرة أم طويلة تؤمن الغذاء والمأوى لملايين الحيوانات تؤمن الغذاء والمأوى لملايين الحيوانات تصبحين على خير وأنت أيضا يا أبي ليلة سعيدة بيال ليلة سعيدة بوني نوما هميئا يا زيز ليلة سعيدة يا أشجار ليلة سعيدة شجرة الزيزفون بوبو سعيدة لمشاهدتكم الحلقة وتدعوكم للاشتراك في قناة سبيستون وتفعيل جرس التنبيهات ليصل إليكم كل جديد